تظاهر عدد كبير من المكفوفين أمام مكتب البرلمان بالنجف الأشرف مطالبين بإلغاء قرار قطع رواتبهم من قبل شبكة الرعاية الاجتماعية من النجف الأشرف فلاح القرعوي والتفاصيل نتيجة لظروفهم المعاشية الصعبة ولفقدهم نعمة البصر أرسل المكفوفون في النجف الأشرف من يمثلهم للاحتجاج على حجب الإعانات الشهرية لشبكة الرعاية الاجتماعية عنهم الوقف الاحتجاجية كانت أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة وكلهم أمل أن تصل أصواتهم المبحوحة أسماع ممثليهم في البرلمان القسم ما يقدر يجون بسبب أنه ناقل بسبب لأي ظرف من الظروف أنه ما يقدر يجي فإحنا ممثلي عنه من طالب أنه بعزل المعاقين والمكفوفين عن بقية شرائح شبكة الحماية الاجتماعية أعضاء البرلمان بالملايين وأعضاء البرلمان ما يداوم أصلا بالبرلمان أنتوا تجون أننا هي الشريحة المظلومة طبعا وإحنا شريحة أصلا مهمشة بالمجتمع أسأله أن هذه الخمسين ألف تكفيهم أنا أقول لك هذه تكون مصرف ساعة طيب أكو خمسة بالمئة من القانون أكو بالقانون خمسة بالمئة تعينات للمعاقين والمكفوفين وين هذه التعينات؟ الحدث ما طبق القانون كما طالب المكفوفون من الجهات المختصة بتفعيل فقرات قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 على أرض الواقع مؤكدين أنه أصبح حبرا على ورق قانون 38 قانون شرع ونشر في الجريدة الرسمية لكن لحد الآن لم يرى النور ولم نرى ثماره إلا شيء القليل أما قضايا بعض أخرى قضية خطأ الرواتب فهذه القضية يجب أن تنظر بها الدولة لأن المكفوف أو المعوق بشكل عام هذا لا يستطيع أن يحصل علاقوته والدولة كفيلة به الثالثة من الأمور المهمة أنه لحد الآن من الصغوط لحد الآن الكفيف لم يأتي أحد لمقابلته أو معرفة احتياجاته وأغلب المكفوفين الآن يعني حالتهم ساءت بعد هذا القانون بعد هذا القرار قطع الرواتب مدير مكتب مجلس النواب في المحافظة أكد عند لقائه هذه الشريحة بالسعي الجاد والحثيث لنواب المحافظة في إرجاع معوناتهم الشهرية والنظر في أحوالهم واليوم ساءت النواب يتابعون مع الوزير لإرجاع هذه الاستحطاقات للمواطنين وهذه الشريحة المظلومة لا بد من أنصافها واليوم هذه الطلبات سوف تصل إلى مجلس النواب لكي تنال حقوقهم بسرعة عاجلة إن شاء الله وبحسب مراقبين كان الأجدر بالجهات المختصة إعادة النظر برواتب كبار المسؤولين والبحث عن الأموال التي هدرت فسادا بدأ القطع رواتب من لا يجد قوت يومه مشددين على ضرورة إعادة رواتب هذه الشريحة المظلومة بأسرع وقت ممكن فلاحق رعاو الفرات النجف الأشرف